أهلا بكم من الحاجات اللي ممكن تأثر على السنان شكيرة على فكرة المهم خلينا نقول إنه في أربع حاجات غير معتادة أو غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على أو من خلال الأسان ممكن تأثر على الصحة العامة تخيلوا إيه؟ عدوا معي أول حاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا أن المياه الغازية الدايت من أخطر الأشياء اللي بتسبب لخلاكة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية أنه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن أن يؤثر أيضا ويسبب تلف الأسنان لأنه مع الغطس بيؤدي الغطس أساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل امفولنتري أو بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفي عماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين أكتر وكتر وبالتالي الأسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيداق قوي من الكلام حاجة تانية كمان أنه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللازم وتنقل الفيروسات تنقل الفلوانزة تنقل الفيروسات أخطر من الفلوانزة بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات سنانه لوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات الأسنان التانين يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشة سنان بتاعته أو كل واحد منقل لون المنقل مش عارف ايه وكلهم حطانها في كوباية واحدة فكلهم لسين فبعض يا سلام طبعا أنت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم عادي نقلل للتاني عادي جدا يعني فالحاجة الأخيرة بقى اللي بتأثر على السنانه دي حاجة غريبة جدا أنه لو أن الرضاعة الفترات طويلة يؤدي إلى مشكلة خاصة بتساوس الأسنان الرضاعة الأكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة أكتر وأكبر للإصابة بتساوس الأسنان أربع حاجات مش متوقعين ناس كثير ما تعرفهم شيء لكن الأربعة موجودين والأربعة مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خمسة بقى حاجة خمسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي أنهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة أو حتة الخشبة طبعا فيها أنواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بها حفر أو يستخدموها في الفرؤات بين سنانهم دي من أكتر الأسباب اللي تسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل أكيد وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب لأنه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جابها دي ناس وحشة أوي 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 يعني أوي إيه دا إيه اللي أنا أقول لها تعالوا نبدأ نهاردة حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والإسم اللامة في هذا المجان ويعجبني جدا أسلوبه حكاياته حكاء رأى جدا ليه يوميات طبيب أسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الإمرجنسي بس في الضوارع في الألم إلى أننا هروح لغير الألم كمان أنا ببحث عن ابتسام أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجة تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أو الفعمل تعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من لجوم هذا المجال الأستاذ دكتور كريم مكاتي أنا لازم نروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكله الزراعة لوقت تمت بسلامة يعني خلاص أنا كده ولا فيه محاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لا طبعاً نتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إنه من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السبتة ويستطع من الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المجال ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حب الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكينة أضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا أضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز للدكتور كريم مكادي أهلا بك يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر أي نيجاتيفي أي حاجة أنت بتشوف عالم تاني بتشوف دونية تانية بتشوف كائنات مختلفة ألوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها ستراس عالي بيبقى حلو جداً إنه هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني يعني فكرة إنه تعرف إن العمر ما غطست بحياتي؟ لا ده لازم أنا كبيري حمام السباحة بغطس لما بغلط يعني حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على إنه ما تدلش يعني شعر نفسه ما تجيش عليه مية أو الله يعني زيني وقف حمام السباحة يعني تعرف إنه العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم تبقى سباح عالي على فكرة ده تعلم الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السناة طبعاً جداً بشكل جامد جداً وخصوصاً لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتختص أعماق عالية اللي بيختاره السبعة وعشرين متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل ستابس عشان يبدأ يعمل ريليس ايه ده؟ ايه ستابس دي يعني؟ ستابس يعني بيطلع على عمق أقل يعني مايبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل مايطلع بره الميا لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لأن تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوايات الدموية كل حاجة مضغوطة اه لما احنا عندنا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كغطس الحزر نقف ضيبك اه طبعا فيه ناس بتموت فيه ناس بتنفجر الرئة الرئة بتاعتها نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعية دموية واحنا عندنا أوعية دموية جوه أعصاب السنة نفسها بالحتة اللي فيها الأعصاب والأوايات الدموية بتاعتها فاحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوايات الدموية تاعتها تاني حاجة الموز بيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عاضد أو جازز قوي على الموز بيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعته فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي إيه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك إحنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات تحكيلي بقى الأسبوع اللي فات ده إيه اللي غرح فيه عندك قبل ما نحكي لحضرتك القصص دي ورضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنان ده من الكوارث اللي بتهدد السنان ليه وخصوصا إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة سنان بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كرنيه أو كرنيه كرنيه ده موضوع منتشر جدا فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجين في السنة بيكسر في الصعطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كيف فرشة سنان جميلة جدا ولو مو اضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جدا ماشي بس لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا تب ليه ليه الإنسان بيفقد السنان ليه الإنسان بيفقد السنان إحنا هنقول كلمة سؤال كده عارف سؤالك جاد عام جدا بس سؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العديو الأساسي اللي بعديه بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنان تبدأ الأكلية بيتحشر بين السنان يبدأ يتعفل يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة ولعب من الحالين السنة تعمل لي أحماض تقول لي في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو بروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أول وخالص الدكتور هيعمله مش هابه فيه أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده أخد أنت بيوتكس وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للاكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوضي الدنيا ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالزبط كده هو السنة بتفقد بقى بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متثبتة في مكانها كل واحدة سندة لجنبها وسندة لقصدها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالزبط كده اتحركت كلها تحرك الخبيث ليه 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 الأسنان بتفقدت عشان في حركة هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض ايو 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 فاحنا شلنا الإكوليبريم بتاعهم أو السبات بتاعهم واده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جذبية بين تلسين بالزبط كده هو على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبعدهم تقطاقة في المفصل الفك تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الاربطة بتاعت الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت فبيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز لأ حلوة او الجملة دي بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بالزبط ده في حمالي بالراحة بقى حشرح لحدك مش احنا قلنا كل سنة سندل لقصادها وسندل لجنبها طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللي قصاد بعض ايه اللي هيحصل السنة هتطول طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية اعمل ايه ارفع العضة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي بحط حاجة بترفق على الاسنان الخلفية وبتعمل لي اللي سبيس اللي انا بقولها لحضرتها قدام فتبدأ الاسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف وكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا كلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا احنا بنحاول نحافظ على مفصل للفاك ونتفادى اي جراحة ليه لان دي الحاجة بتاعت ربنا ببيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده انا مش موافق عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الاساس ده طيب في ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش بفهوم اهمل جدا زي ما انت قلت الراجل ده بيبقى عنده وساعت بيحصل فيسن مبكرة يعني طيب انا شفت السن المبكرة دي شفت في سنة اربعين سنة وسبعة وثلاثين سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى اي اللي حصل وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض قد وقلت لها بيبقى قيل حصل اساس ده هو اهمل راح لدمات الحلانه خلع فالدكتور خلع له السنى اللي بتوجعه واحدة ورها الثانية واحدة ورها الثانية ورها الثانية خلع الاسنان كلها بدأوا يعملوا الأطقم المتحركة اللي هي طبعاً زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده إن هي بتبدأ تخلي العظم أساساً يتآكل غير فكرة أساساً إن العظم أساساً حافظ على حجبه ده بسبب الأسنان اللي جوه فأنا شلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل تراشر على العظم بشكل معين فالعظم عمال يتآكل فأتجي لي مثلاً عندي واحدة لسه جالي لأسبوع الفات عندها 40 سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنانها وماشي الطقم متحرك وعظمها قليل للزراعة طب هل دي يعني أهو طبعاً حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها إنها ترجع بأسنانها تاني كاملة لا طبعاً من حقها وخصوصاً كمان هل مش من حقها إنها يدوء الأكل بالطريقة اللي إحنا بنستطعم بها الأكل ما إحنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل اللي إحنا عندنا زي ما إحنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري آه يسري ده مش كبير برضو ده حاجة و40 سنة فقد أسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عبن مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما إحنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته إن هو اللي رح في كذا حتة قال له أنت العبن اللي تحت الجبل قام فيه قليل جدي مش هنقدر نعمل لك العملية دي فطبعاً يسري طبعاً كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي بنرفعه دلوقتي كلوز مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفعه الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية بنحط عظمه بنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جداً ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي اللي نقص هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسياً محتاجة support في جامل طبعاً جداً جداً وخصوصاً أنه هو ميبقاش عنده ثقة في نفس أنه هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش عارف يا تحمد وحكي زي كده آه الحالة دي الحالة دي هو وبعدين بصوا برضو أنتو دا كاي بقى أنتو اللي عمين الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر إيه بقى أنتو حطين الصورتين فوق بعض علطوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين كباش بس أنا كان نفسية تشويق إيه آه إيه أنا نفسها أنا شوف الصورة الأولانية دي فات يانا يعني إه حتعم000 فيها يعني أختلاً بogan عربية وضي تعمل فيها إيه وGraemeنطعي أنتو فاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جداً وإنتو مصور من مراحية يعني مسوره وكل طردددد يعني مسوره قوي قريب جداً نكتشرال جداً يعني أنا عجبني أو إنها نكتشرال نكتشرال يعني طبيعي عادي أقول له حضرتك على حاجة الصورة الأولانية لو حضرتك لاحظت أن الجدور لسه موجودة دي نقطة أنا عايز أتكلم فيها فيه ناس بقى بتعمل إيه؟ جاتلي قريب دي نفس الحال؟ لا دي حالة تانية دي ما إحنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة كان رأي المريض لما جاء وحسألناه قلنا له أنت ليه سيب الجدور دي؟ قالك أنا سمعت أن إحنا لازم نسيب السنة في مكاننا عشان تحافظ على حجم العظم طيب كويس جد؟ لا مش كويس خلص ليه بقى؟ لأن السنين دي كلها العصب بتاعها تعفن أو عمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عملت تحضر على العظم اللي اشتغل بفكرة الأستيوكلاستيك أكتيريتي اللي احنا قلناها في الأول فأكل نفسه وعمل قوضة القوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمها إبسيليل سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل إبسيليل سيلز دي بطانة القوضة دي ده بنسميه إيه؟ أبسيس لا سيست هنا بقى سيست ماشي معي السيست اللي هو كيس الدونج اللي هو بيتطور بعد كده ما ممكن يقلب أبسيس ما هو أبسيس ده في الأول أكيوت في كرونيك في سيست في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من إنفكتد يوصل آخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعامل معاملة الأورامة ليه أوصل لكل ده عشان سيبت إنه؟ هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى؟ عشان بيكبر بحاجة اسمها finger like projections بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم فمهما بيتشال بيتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشال بسافتي مارجن عشان كده لازم يعامل معاملة طب أنا كل ده عشان أنا سافتي مارجن يعني معلش إحنا أقول إنجليس نهارده نهارده أقول إنجليس ونزل كلمة ورم حاجة سيس تهي هتشال كأنها ورم فيتشال حواليها هي مثلا ولياكم واخدها 3 في 3 لما أنا جا أتشالها بقى هشيل بمساحة 5 في 5 مظبوط كده يعني أزود كمان اتنين أستقصل أستقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان أأمن نفسي لأنها هي متوغلة بصابح جوه هذا النسيج وكل حتة صغيرة تعمل كيس دهني تاني تاكل في عظم تاني فلازم تتشال مظبوطة حلوة أول حالة دي كل ده يعني ليه بقى عشان إحنا سيبنا السنة تعمل كل ده وموقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي أنا من المواضيع اللي أنا بعشقها فكرة إن المريض ما بيأكلش أي حاجة ما بيدقش أي حاجة مش عايش وتقاله أنت من حقك تعيش باسنانك لحد آخر يوم بعمرك ونعمله الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده أرائع جداً كم زرعة دول؟ دول كانوا تمانية فوق وتمانية تحت تقريباً حالة دي بقى لها فاتروس ثلاثة أربعة خمسة أه ثمانية فوق تمانية ده هي نفس الحالة هي نفس الحالة لا إحاق جداً وأنا اللي أعجبني قوي فكرة النتشوراليتي وطبعاً البيت أنتوا قلفتوا هنا بيت بقى قصة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه أساساً بيت موجودة الزبط بس إحنا بنقدر بقى مش عضة يعني بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورى فبيبدأ الفك طبعاً زي ما حضرحك عارف لما ما يكونش فيه أسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا إحنا بس فبيبدأ الفك يرتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقة مش مظبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورى قوي ويبدأ معاه إحنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الآخر هتبقى عاملة إزدائي وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هم اللي هم الأطقم المتحركة إحنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هم متخصصين في الأطقم المتحركة اللي هم دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسم لي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده تتسارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الآخر إن هي العضة تبقى مضموطة والمريض ما يبقى شمي بداية وياكل كويس جدا دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس إنهم يسمعوا إنهم محتاجين عظم دولهم إن انت محتاجين عظم الحاجات دي بالنسبة للجيل اللي دي متخوف جداً يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو حط عظم اه حط ماشو عظم يا سلام إحنا لك نتيجة تقول لواحد إن انت محتاج عظم هينهار وهينزل بقى عظم إيه لا هحطه وهجيبه مني وانا عندي عظم إنا عندي هشاشة أي حد هيتكلم كده فانا أعزيني فعلا بس الناس إيه حكاية عظم هتحط عشان الكلمة دي على فكرة صعبة برضو على تناغي الناس خلينا نقسمها لسيفير كيسز وكيسز أقل من السيفير شوية في الكيسز اللي أقل من السيفير شوية بنقدر إن إحنا عن طريق في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده فيها باودر ماشي دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي إحنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جداً البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء بنحط عليها الPRF بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللسة بتكون لنا أماكن تكون عظم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها إنه يبقى حتة واحدة هي مع العظم الأساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي أقل من السيفير شوية طب لو أنا عندي مثلاً حد عنده كلافت مثلاً أو عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم إحنا بنعمل إيه مع الناس دي؟ هنا بقى اللي بنضطر إن إحنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض أو الرب أو حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر إن إحنا نرجع له المضغة بتاعه بس دي بتبقى كيسز قليلة جداً معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصماعي اللي هو البودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شوية وبيبقى ماسي كويس وتقدوني كويسة جداً بتايجو هيلة جداً يعني هايزة نروح للأشعة المقطعية أشعة المقطعية المهمة جداً جداً مش رفاهية في زراعة الأسنان لأساس أنا متحمس جداً إنه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية زرعوا ببانوراما بس في ناس بتعمل كده لحد الوقتين؟ بيدفعوا تماماً جداً بيشوف جوه إزاي يعني البانوراما دي 2D 2D ماشي يعني صورة العمق بتاعها فين؟ لكن بالخبرة بالخبرة عن طريقًا هو بيمسك اللسر؟ آآآآآآ أعرف طب لو هي كرتينيزد يعني الكرتينيزاد فيها عالي يبقى إي بقى دا في ناس اللسر بيبقى سمكها لوحدها وصل إلى 3 ونص و4 مليا في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده فاحنا بنحدد إزاي السمك العضم بالنظر كده مستحيل الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا الـ هي بتعمل لنا ايه؟ هي بتقطع لنا العضم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا نمسك كل حتة عضم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية وإحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزرعية وبتفرحني الصورة دي جدا دي من أحلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بتفرحني طبعا بنبدأ نقطع العضم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمك وعرض العضم قد إيه زي ما احنا شايفين في الصورة للفوق بنحدد بنعمل ثق يعني بنسنتر أو بنخليها سنتريك يعني في النص للزرعية نفسها عشان نشوف العضم هيبى حواليها عامل إزاي وميقولها عامل إزاي ده اللي بيسبب نجاح الزرعية إن أنا ما يبقاش في عضم قليل حوالي للزرعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسرك والإسمائل ديزاين والكلام ده بقينا نحدد أساسا يعني احنا عندنا حتة عضم كويسة طبعا أنا هختار قني حتة فيهم بالضبط يعني النقطة بالضبط اللي أنا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الآخر جماليا هيبقى إيه ده بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العضم مع حتة الجمال ففي الآخر بتوصل إن أنت زرعية زرعية حطيت عليها للسنة أو للتربوشة أو التركيبة السابقة بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الآخر ما حدش يعرف إن أنت ملك بقى أي حاجة إذا الأشعة المقطعية لن تكون قابلة رفاهية با غنى عنها الأشعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الأنفية بتبين لي العصاب اللي ماشية عاملة إزاي في الفاك السوفلي اللي في الأنفل كونجينة المقلوم اللي مش متوقفة بالضبط كده هو يعني كلام ده كله هيشوفه إزاي في الكاميرون صعب أوي الأشعة المقطعية لو إحنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشعة المقطعية وبين هذه الحالات الحالة دي من أهم الحالات اللي إحنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم أه لو حضرات بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه؟ إحنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل باس تحته وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه العظم متأكل من فوق تماماً بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لأ مستحيل نزرع لك إنت عندكش عظم خالص وقالوله إحنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك إنه يركب لك الزراعات دي ده حال موجود بس أنا ليه دايماً أخش الحتة الصعبة إن أنا أفتح حتتين عشان أحط العظم من حتة الحتة لأ التحت إحنا عملنا إيه؟ حطينا الزراعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا لو حضراتك بصيت هتلاقي إن العظم فعلاً بدأ يتكون الأشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعتنا بعديها بشهر ونص تقريباً قدرنا نحمل وفيه صورة تانية إحنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل إزاي؟ هتظهر معين يعني هو ده بعد ما إحنا حطينا العظم ده فوق يمين بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعتنا لو أبترنا خليكوا دايماً مع دكتور